بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نجمع العشرات مع بعض لدينا سبعة زائد اثنان تسعة عملية الطرح ثمانية وستون ناقص خمسة وثلاثون نبدأ أولا بوضع ثمانية وستون ناقص خمسة وثلاثون ثمانية ناقص خمسة النتيجة كم ثلاثة؟ ستة ناقص ثلاثة؟ ثلاثة إذن النتيجة كم ثلاثة وثلاثون؟ دائما الوحدات مع الوحدات العشرات مع العشرات العملية الأخيرة لدينا خمسة وأربعون زائد ثلاثة وعشرون خمسة وأربعون زائد ثلاثة وعشرون الوحدات مع الوحدات العشرات مع العشرات خمسة زائد ثلاثة خمسة في رأسي ثلاثة على أصابعي خمسة ستة سبعة ثمانية ثم أربعة زائد اثنان أربعة زائد اثنان النتيجة كم؟ ستة التمرين الثاني رتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز المناسب يعني ما هو الرمز الذي أضعه بين الأعداد هنا الرمز يعني أضع رمز أصغر أو رمز أكبر الترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر يعني أضع رمز أصغر إذن لدينا هنا الأعداد ثمانية وسبعون أربعة وستون أربعة وتسعون سبعة وثمان للمقارنة أو للترتيب أولا التلميذ لدينا هنا ينظر إلى رقم العشرات في كل عدد رقم العشرات هنا سبعة وهنا ستة وهنا تسعة وهنا ثمانية إذن نبدأ مدام طلب مني من الأصغر إلى الأكبر أو يقول تصاعديا تصاعديا يعني نبدأ من الصغير حتى الكبير إذن نبدأ أولا بالرقم الأصغر في رقم العشرات هنا سبعة أو ستة أو تسعة أو ثمانية إذن الرمز العدد أو رقم الأصغر أفوال الرقم الأصغر هنا ما هو هو؟ ستة إذن أضع أربعة وستون بعد ذلك يأتي سبعة بعد ذلك ثمانية بعد تسعة إذن أضع الأعداد أربعة وستون أصغر من ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون أصغر من سبعة وثمانون سبعة وثمانون أصغر من أربعة وتسعون هكذا ترتيب شرحت لكم بالتفصيل كيف أقوم بترتيب الأعداد في فيديوهات سابقة إذن التمرين الثالث أحصر الأعداد التالية بين عشرتين متتاليتين يعني العدد هذا أحصره بين عشرة وعشرون أو عشرون ثلاثون أو ثلاثون أربعون أو أربعون خمسون أو خمسون ستون وهكذا إذن لدينا هنا خمسة وستون نلاحظ هنا رقم العشرات ستة رقم الوحدات خمسة إذن هنا يصبح في الحالة هذه رقم العشرات الوحدات هنا سفر سفر هنا ستة تصبح هنا ستون وهنا ستة زائد واحد سبعون يعني خمسة وستون ره بين ستون وبين السبعون نحسب ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون وجدنا خمسة وستون نكمل إلى أن نصل إلى سبعون هنا سبعون وستون لدينا ستون سبعون عشرتين متتاليتين يعني جاءوا وربعهم البعض إذن لدينا سبعة وثلاثون حصر هذا العدد أيضا بين عشرتين متتاليتين يجب أن يكون الرقم الوحدات هنا وهنا السفر هنا ثلاثة تصبح ثلاثة كما هي ثلاثون وهنا أربعون شرحت لكم ومديت لكم مجموعة من الطرق لحصر العدد بين عشرتين متتالية إذن لدينا تسعة وثمانون لدينا هنا ثمانون ولدينا هنا تسعون هذا فيما يخص التمرين الثالث نمر مباشرة إلى التمرين الرابع لدينا التمرين الرابع هنا لدي شريط هذا شريط طوله تسعة سنتيمتر إذن هنا لدينا هذا الشريط طوله تسعة سنتيمتر المطلوب مني رقم واحد أولا قسمه إلى ثلاثة أشريطة بحيث يكون طول الشريط الأحمر أربعة سنتيمتر والشريط الأصفر طوله ثلاثة سنتيمتر والشريط الأخضر طوله واحد سنتيمتر هذا بالنسبة للجزء الأول مطلوب مني أولا إذن ماذا يفعل التلميذ؟ يضع المسطرة أو الكوس هنا في الشريط الأول إذن لدينا هذا الشريط طوله من سفر إلى تسعة يعني طوله تسعة سنتيمتر قسمه إلى ثلاثة أشريطة طول الشريط الأحمر أربعة سنتيمتر يحب التلميذ يضع هنا يبدأ من سفر هنا يضع سفر وهنا تسعة أو العكس المسطرة كما يحب يضعها هكذا يبدأ من سفر إلى تسعة أو سفر من سفر هنا من تسعة نفس الشيء إذن طول الشريط الأحمر أربعة سنتيمتر نحسب لدينا سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني أرسم خط إذن نرسم خط هكذا من سفر إلى أربعة إذن أقوم بتلوين هذا الشريط باللون الأحمر بعد ذلك يقع من الشريط الثاني طوله ثلاثة سنتيمتر إذن بعد التلوين تحقيق الشريط الأول أضع نهاية الشريط الثاني أضع رقم سفر نحسب ثلاثة سنتيمتر ثلاثة يعني أرسم خط هكذا ثم أقوم بتلوين هذا الشريط باللون الأصفر إذن هكذا قمت بتلوين الشريط الذي طوله ثلاثة سنتيمتر باللون الأصفر ثالثا والشريط الأخضر واحد سنتيمتر يعني طول الشريط الأخضر واحد سنتيمتر أضع رقم سفر عند نهاية الشريط الأصفر وأحسب واحد سنتيمتر سفر واحد يعني أرسم خط هكذا إذن نقوم بتلوين هذا الشريط باللون الأخضر إذن هكذا قمنا بتقسيم هذا الشريط إلى ثلاثة أشريط لدينا الشريط الأول طوله أربعة سنتيمتر الشريط الأصفر طوله ثلاثة سنتيمتر والشريط الأخضر طوله واحد سنتيمتر ثانيا أحسب طول الشريط المتبقي لدينا هنا لدينا هذا الشريط الشريط المتبقي يعني هذا الشريط كم طوله هنا تلميذ مدام طلبا مني أحسب يعني يجب أن أضع عملية عملية جمع أو عملية طرح يعني لا يضع تلميذ مسترة ويقوم بحسابه لا يجب عليه وضع العملية إذن العملية أولا لدينا طول هذا الشريط ككل 9 سنتيمتر طول الشريط الأحمق 3 4 عفوا طول الشريط الأصفر 3 يعني 7 سنتيمتر طول الشريط الأخضر 1 يعني لديه 3 زائد 4 زائد 1 النتيجة كم 8 طول الشريط الملون ككل طول الشريط كل الشريط 9 سنتيمتر إذن ماذا أضع؟ أضع 9 ناقص 8 النتيجة كم 1 إذن طول الشريط المتبقي هو 1 سنتيمتر هذا بالنسبة لتمرين الأول يجب علينا معرفة طول الأشريط الملونة هنا الأخضر زائد الأصفر زائد الأحمر ثم لدينا طول كل الشريط وهو 9 سنتيمتر أضع 9 ناقص 8 النتيجة 1 سنتيمتر لدينا الوضعية الإدماجية قطفت خديجة 37 برتقالة وقطف أخوها 12 برتقالة أحسب كم برتقالة عند خديجة وأخوها معا نبدأ أولا بالإجابة عن السؤال الأول أو ما طلب مني أولا إذن لدينا خديجة وأخوها لدينا شجرات البرتقال خديجة قطفت 37 برتقالة وأخوها 12 هنا لدينا معا يعني معا عبارة عن كلمة مفتاحية أضع عملية جمع إذن 37 زائد 12 النتيجة كم 7 زائد 2 تسعة 3 زائد 1 أربعة أضع هنا عملية عموديا 37 أو أفقيا عفوا 37 زائد 12 النتيجة تسعة وأربعون عند خديجة وأخوها كم برتقالة تسعة وأربعون برتقال هذا بالنسبة للسؤال رقم واحد ثانيا عند عودتهما إلى المنزل أكلت العائلة سبع برتقالات أحسب عدد البرتقالات الباقية هنا التلميذ دائما علمه يجيب عن التمرين السؤال الأول أو المطلوب مني أولا ثم ثانيا إذن كل البرتقالات كم تسعة وأربعون برتقال أخذتها إلى المنزل إذن أخذت العائلة سبع برتقالات إذن هنا أخذت يعني عملية طرح أكلت يعني عملية طرح أطرح ماذا من ماذا أضع تسعة وأربعون ناقص سبعة تسعة ناقص سبعة اثنان أربعة ناقص لا شيء أضع أربعة إذن هنا لدينا تسعة وأربعون ناقص سبعة النتيجة كم اثنان وأربعون عدد البرتقالات الباقية هو اثنان وأربعون برتقالة إذن كان هذا اختبار الفصل الأول للسنة الثانية ابتدائي إلى هنا أنتهي ما تنسوش وضع لايك للفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة